اشتركوا في القناة التعاون الدفاعي بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية يشكل نموذجا بارزا في العلاقات العسكرية الدولية لما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية واسعة ومتنوعة العلاقات العسكرية بين البلدين تعززت خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شراك إلى أبو ظبي عبر الاتفاق الموقع بينهما في عام 1995 هذا ووقعت دولة الامارات وفرنسا عام 1998 على اتفاق تعاون دفاعي عبر شراء ثلاثين طائرة ميراج بقيمة تفوق ثلاثة مليارات دولار حيث تعد فرنسا أحد المزودين الرئيسيين للعتاد العسكري لدولة الامارات وتعتبر شراكة بين البلدين استراتيجية حقيقية كما أن مستوى التنسيق المشترك بين البلدين في شؤون العسكرية والدفاعية يسهم بشكل كبير في تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين كما تعد فرنسا من أكبر الشراكاء في الامارات نظرا لطبيعة وعدد أنشطة التعاون ويمتلك التعاون بين البلدين بعدا عمليا كبيرا يغطي مجموعة واسعة من المجالات ترجمة نانسي قنقر